يعني ونحن نتكلم على بدء الجيش الإسرائيلي للعملية البرية مرة أخرى في جنوب قطاع غزة وشايفينه يحصل في خانيونس تحديدا يعني كان في بداية هذه العملية أو بداية هذه الحرب على قطاع غزة كان في حديث عن أكثر من مرحلة للحرب على قطاع غزة هل دي تعتبر هي بداية المرحلة الثانية اللي حسب حديث يو أف جالنت أنها قد تستمر الأشهر؟ يعني في الحقيقة خليني أبدأ بالسؤال عن التهديئة وثم الإجابة عن الدخول البري للجنوب في الحقيقة التهديئة جاءت بعد 47 يوم من الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهداف المدنيين بشكل مباشر والبنية التحتية طبعا نجحت الدبلوماسية المصرية فيه مع التعاون مع قطر والتشاور مع أمريكا بتهديئة لم تستمر وكان ما كان لها وما عليها يعني التهديئة لم تلبي إدخال المساعدات بشكل كامل لم تنهي وقف إطلاق النار وأظهرت الصورة المتعلقة لحركات المقاومة الفلسطينية بعملية التبادل السري وهنا جنة جنون إسرائيل لذلك بدأت بالإعلان عن دخول إنهاء التهديئة واستدعاء مسؤول المساعد الإسرائيلي ديفيد في قطر ليلة الخميس لإنهاء التهديئة يوم الجمعة صباحا والبدء في عملية برية وهنا سؤالك في جنوب غزة وتحديدا خان يونس لماذا خان يونس؟ لأن إسرائيل تعتقد أن قيادات حماس موجودة في خان يونس المشهد الراقي والورقة التي تلعب فيها ما زالت صامدة لحركات المقاومة الفلسطينية وعملية التبادل جنة جنونها إسرائيل كيف ولماذا؟ والطائرات في السماء ليلة نهار ترصد غزة بشكل كامل ولم تقدر أن أعتقد في اليوم الثاني اللي هدنا تم التسليم من قل بقطاع غزة نعم نعم ومن الشمال صحيح من الشمال اللي هو تقريبا 70% من الشمال تم قصفه وتدميره وأنهم يدعون أنهم حققوا أهداف إسرائيل تمعن في قتل الفلسطينيين إسرائيل تريد الدخول برا إلى خان يونس تعتقد وتغطي على جرائمها بأنه في قيادات في حماس موجودة في خان يونس وتريد تدمير الأنفاق هناك وتريد أن تحرر الرهائم كما تعتقد هي لكن في الحقيقة هي في هناك هدف غير معلن وهو أن إسرائيل تريد أن تسيطر أكثر على غزة على مساحة غزة وتريد أن تفرض غلاف آمن بمساحات على حساب الأرض الفلسطينية التي غزة يعني 360 كيلو متر مربع يسكنها 2.5 مليون تقريبا فبالتالي عايزة تقلص كمان المساحة لتصبح 120 كيلو متر وتقسم غزة إلى ثلاث كانتونات شمال ووسط وجنوب وطلبت من الأهالي في خان يونس الخروج إلى مربعات وبلوكات حددتها إسرائيل لهم لكن عندنا مؤشر خطير جدا يجب أن نتكلم عنه وهو وجود قوات الاحتلال في الجنوب بريا معناه أنهم جابوا قطاع غزة شمالا وجنوبا حتى وصلوا إلى الجنوب لا هي عمليات محدودة هي عمليات محدودة وجود عناصر من قوات الاحتلال على الأرض في الجنوب وجود هو وجود بشكل هما يسيطروا من السماء ومن البحر ومن البر فبالتالي عفوا فبالتالي إسرائيل لا تستطيع الدخول بشكل كامل إلى غزة هي تحدد أهداف لها والدخول من ثغرات معينة لتقطيع أجزاء غزة وعدم تواصلها والسيطرة الأمنية على المحاور الرئيسية في غزة أما بشكل كامل لا تستطيع الدخول بشكل واسع إلى كل غزة برا لكن هي تريد فتح ثغرات وإضعاف المقاومة وعدم تواصلها مع بعض من أجل الضغط على حركات المقاومة لإنهاء الأسرة الموجودين لديها وتقول للعالم أنها حققت أهدافها بإنهاء حركة حماس وإنهاء حركة الجهاد الإسلامي أو المقاومة الفلسطينية الموجودة في غزة وبالتالي إسرائيل تمعن في قتل الفلسطيني وصلنا الآن تقريباً في الحرب في 53 يوم أو 54 يوم وصلنا مقارباً للشهرين وصلنا إلى 16 ألف شهيد فبالتالي هي تريد قتل الفلسطينيين وتخويفهم ثم تشريدهم ونزوحهم وهنا خلق أزمة حقيقية لدول الطوق وبالتحديد مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وإلى الأردن وحلمها ببناء الدولة الكبرى وإسرائيل بالتأكيد كما أنتم عارفون هي دولة توسعية فهي تريد السيطرة على كل غزة لكن الآن في الوقت الحالي الحرب مستمرة وبشكل أعنف وتقصف المدنيين العزل بدون إنظار وهناك إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وكارثة حقيقية بكل ما تعنيه من كلمة